موسيقى مساء الخير الزعم فل من لبنان على جناح بروز الصلاحيات عقدة أخرى في طريق التأليف وعليه فأن الحكومة طارت معهم إلى أجل عودتهم الأمور المعلقة على الأرض وجدت لها منفذا في الجو ببرقية عبرت الأجواء اللبنانية وقد تتحول رسالة معجلة مكررة إلى مجلس النواب لوح بها رئيس الجمهورية ميشيل عون في الطريق إلى ستراسبورغ تسلح عون بحقه الدستوري لحف الرئيس المكلف سعد الحريري على التأليف وبطريقه وضع حدا للاتهامات التي يتعرض لها بأنه الجهة المعرقلة لتشكير الحكومة وفي دردشة مع الصحفيين على متن الطائرة قال عندما تصبح الصيغة متوازنة يجري تأليف الحكومة وفق المعايير والمبادئ كلام من الجو ليسمع من على الأرض أن التلهي بمسألة الصلاحيات ما هو إلا صرف للأنظار عن المسألة الأساسية وهي تأليف الحكومة كلام بدأ كهزة ارتدادية لمفعول العظة التي قال فيها البطريارك الراعي إن المسؤولين مأخذون فقط بمناقشة الأحجام وتقاسم الحصص وبأزمة الصلاحيات التي لا ترتكز على أساس لكن الراعي ذهب أبعد في توصيف الحال عندما قال إن 51% من الشعب اللبناني لم يشارك في الانتخابات النيابية لفقدان الثقة ويتبين اليوم أن شكهم كان في محله الرئيس المكلف سعد الحريري ذهب على أرضية باردة إلى لهاي للاستماع إلى المرافعات النهائية للإدعاء والدفاع التي تنطلق غدا في المحكمة الدولية عقارب التأليف توقفت عند آخر تصريح للحريري فتح فيه باب السراية على الإجتهاد عندما قال إن ثقة مجلس النواب هي التي تقرر ما إذا كانت الحكومة المفترضة قد راعت نتائج الانتخابات النيابية ومن هذا الباب فتح أزمة مبطنة مع بعبدة فيما يتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية في التوقيع على مراسيم تأليف الحكومة وإذا كان الحريري مدركا واجباته شبعد ناطر فليستخدم حقه كما يراه في التأليف وليعرض مسودة تشكيلته على رئيس الجمهورية وليحتكم لاحقا إلى مجلس النواب هي حكما فرصة الحريري الأخيرة شأنها شأن زيارة الفرصة الأخيرة التي استدعاها خراب البصرة فأوجه الشبه بين لبنان والعراق قائمة على مشكلة الأحجام والمعايير العراق وجد من بين الحلول إحالة الأزمة إلى أعلى سلطة قضائية لإبداء الرأي ضمن مهلة زمنية محددة ومهما كانت النتائج فأن المحاولة لن تشكل ديرا فيما أزمة تأليف الحكومة اللبنانية دخلت شهرها الثالث وهي تتأرجح بين كفتي الأحجام والأوزان حتى استعصت على قانون الجاذبية هناك مجلس دستوري ومجلس شورى وغيرهما من المراجع القضائية العليا فليكون الحكم وليكن أمركم شورى فيما بينهم